شكراً معلمة شكراً وآلف شكراً أقلقوا العقل والسماء أقلقوا المشهور الفلح فما أقلقوا مهما سعينا لمنعنا أرضاه سعيسي لأبينا كي نكون مسلحين بالنورين وإن شاء الله لنا نسي شكراً معلمة شكراً وآلف شكراً توديع العام الدراسي بإقامة حفلة يجتمع فيها كل التلميذ مشهد مألوف للجميع جيلاً بعد آخر لكن عندما تكون العلاقة بين المعلم وتلميذه تتعدى حدود الكراس والدروس فإن المشهد حتماً يتغير شكراً لك رانيا أنا أحبك يا معلمتي العزيزة كما أمريك عبري كما تحبيبينتي عبري اللغة التي تحبيبينها في ريك أنا أحبك يا أسانتي أنت روحي وعمري يا عمري يا عمري هذه روحي وعمري هذه حبيبتي سيري لذا تحول إلى بكاء على مفارقة المعلم في الوقت الذي يفرح فيه البعض من التلميذ بانتهاء الواجبات وضغوط الامتحانات نجد البعض الآخر من التلميذ يأسفون على مفارقة معلمهم في الابتدائي بمجرد أن انتهى العام الدراسي حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور والفيديوهات التي يظهر فيها التلميذ الطور الابتدائي وهم يودعون أستاذهم بالدموع الممتزجة بالشكر والعرفان لما قدمه لهم طيلة فترة الدراسة لتتحول لحظة الفرح بعد النجاح في الانتقال من الطور الابتدائي للمتوسط إلى لحظات يعز فيها مفارقة الأستاذ الذي رافق التلميذ طيلة سنوات وقضوا برفقته فترة طفولتهم من علمني حرفاً صرت له ممتناً بكل ما تحمله هذه الكلمة من تقدير وعرفان يبقى الوفاء من التلميذ لأساتذتهم الذين تفانوا في تلقينهم أبجديات الحياة قبل الدراسة وهو ما يجعل من التلميذ وفياً لأستاذه حتى لو مرت السنوات